الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الديني وبعد فمن الأمور التي تحدث اختلالا مجتمعيا هي أخذ الإنسان لمن لا يستحق أو ما يمكن أن نسميه المسألة من غير حاجة وليس المقصود بالمسألة من غير حاجة فقط من يتعرضون للسؤال على قراءة الطريق بل كل من يتقدم لأي جهة ليحصل على شيء ليس له بحق بطريق المخادعة أو بتغيير الحقائق لأن الإنسان إذا أخذ ما لا يستحق ضيع الحق على المستحق الحقيقي وقد نهن الإسلام عن أن نأخذ ما ليس لنا بحق أو أن نتعرض للمسألة بدون حاجة فقال صلى الله عليه وسلم سلاسة أقسم عليهم ما نقص مال من صدقة وما ظلم عبد مظلمة فصبى عليها إلا زاده الله عز وجل بها عزة وما فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عز وجل عليه باب فق ويقول صلى الله عليه وسلم من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته ومن أنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل وقال صلى الله عليه وسلم ونقف وقفة هادئة متأنية عند هذا الحديث من سأل الناس تكسوان ليس في حاجة حقيقية ليزيد ماله أو ليقول ليحتطل الزمن كما يقول البعض من سأل الناس تكسوان بدون فقر متقع وعوز حقيقي من سأل الناس تكسوان فإنما يأكل جمعا يأكل نام الناس جهنم من سأل الناس تكسوان ليس في فقر متقع أو دم موجع أو خرم مفزع ليس في حاجة حقيقية ماسة لحفظ أولي الحياة من سأل الناس تكسوان فإنما يسأل جمعا فليستقل أو يستكسر هذا حديث نبينا صلى الله عليه وسلم ويقول عليه الصلاة والسلام لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله عز وجل لا وليس في وجهه مزعة لحم من قلة الحياء من الله ومن الناس ويقول صلى الله عليه وسلم المسائل كدوح كدوش كأن إنسان يخدش ويقطع لحم وجهه من قلة الحياء المسائل كدوح يكدح بها الرجل وجهه فمن شاء أبقى على وجهه ومن شاء أطاك وقد عرف أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطوة التعرض للمسألة من غير حاجة وهذا سيدنا عوف بن مالك الأشجعي يقول كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام ألا تبيعون أصول الله وكنا حديثا وكنا حديث عهد ببيعك قد بيعنا للتو فقلنا يا أصول الله قد بيعناك فعلى من بيعك فقلنا يا أصول الله قد بيعناك ثم قال ألا تبيعون أصول الله قلنا يا أصول الله قد بيعناك فقال في الثالثة ألا تبيعون رسول الله صلى الله عليه وسلم فبسطنا أيدينا وقلنا قد بايعناك يا رسول الله فعلى من نبيعك هل هناك في بيع جديد أو أمر جديد فقال صلى الله عليه وسلم على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا والصلوات الخمس وتطيعوا أي وتطيعوا الله ورسوله وأسر صلى الله عليه وسلم كلمة خفية قال بدو تغيير وضع الكلام لإصالة الانتباه فقال ولا تسألوا الناس شيئا فلقضأيت يقول للغاوي فلقضأيت بعض أولئك النفر الذين بيعوا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك يسقط صوت أحدهم وهو على الدابة فلم يسأل أحد أن يناوله إياه لا تسأل النبني آدم حاجة وسأل الذي أبوابه لا تحجب الله يغضب إن تركت سؤاله ومن أي آدم حين يسأل يغضبه أسأل الله أن يقينا وإياكم شر ذل السؤال وأن يغنينا بواسع فضله وبحلاله عن الحرام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته